أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر تعد من أكثر الدول العربية ثراء في الرمال السوداء أشار المركز إلى أن الاحتياطي لجيولوجي من الرمال السوداء في مصر يقدر بنحو 1.3 مليار متر مكعب موزعة على أربع مناطق رئيسية في محافظات البحيرة وضنيات وكفر الشيخ وشمال سيناء ويقدر العائد المتوقع لمصر من موقع واحد من هذه المواقع بأكثر من 255 مليون جنيه سنويا